الكروماكس من أشهر أدوية التخسيسة عندنا في الماركت المصري الكروماكس بيعتمد عندنا على مكونات طبيعية هي الجارسينيا كمبوديا والكروميوم أو معدن الكروم هو ده سعره كويس مكوناته طبيعية 30 كبسولة ب40 جنيه وموجود من زمان عندنا في الماركت المصري طلبت مني الفترة اللي فاتت أن أنا أبدأ أتكلم عن أدوية التخسيس وقول مين منها فعال ومين مش فعال ولو أنا حالتي ايه أو مشكلتي في زيادة الوزن ايه إن أنا أخده لأن مش الطبيعي إن أنا أتكلم عن دوية معين في التخسيس وفعممه النوع ممتاز لكل الناس في ناس بتبقى مشكلتها إنها شهيتها عالية في ناس بتبقى عندها تقرار واجباتها على مدار اليوم في ناس عندها دهون قديمة في منطقة البطن أو اللجناب أو الأرض اخو مش عارفة تتخلص منها في ناس عايزة حاجة تسد شهيتها في ناس عايزة حاجة تزود الحد وكل واحد بيبقى عايز حاجة فأنا هقول لك الكروماكس ده إم تيكون مناسب لحالتك وإم تيكون مش مناسب لحالتك هل هو فعال فعلا طب إيه نسبة الأمان بتاعته طب مين الناس اللي ما ينفعش تاخده كل الأسئلة اللي ممكن تكون عندك ومحتاجت إجابات عليها قبل ما تبدأ تاخد الكروماكس أنا إن شاء الله هجواب عليها في الفيديو ده أنا دكتورة مينا السيد تابعوا معايا الفيديو الآخر زي ما قلنا الكروماكس أول مادة فعالة بيتكون منها هي حاجة اسمها الجارسينيا كامبوديا الجارسينيا كامبوديا المكون الأساسي بتاعها هو حاجة اسمها الهيدروكسي ستريك أسد ودي مادة بتساعد إن هي تقلل تحويل السكر عندنا لدهون فبالتالي هي بتساعد على حرق الدهون المتخزنة كمان بيمنع عندي إنزيم اسمه الستريك ليبيز وده إنزيم المسؤول عن تكوين دهون جديدة المفروض إن الهيدروكسي ستريك أسد الوافل جارسينيا ده بيمنع عندنا الشهية أو بيقلل عندنا الشهية بطريقتين أول طريقة إنه بيزود عندنا هرمون السريتونين فبالتالي بيقلل الهية تاني حاجة إنه ما بيجاء مجرد ما يلاقي إن في مخزون سكر كويس في الكبد أو في مخزون جيلايكوجين كويس في الكبد بيبدأ إدى عندنا أشارة للمخ إن في مخزون كفاية للبقى الشهية يعني مش محتاجين نحس بالجوع دلوقتي طول ما إنت عندك مخزون كويس من السكر في الكبد لأن زي ما إحنا عارفين المفروض إن لما إنت بتاكل جزء من السكر عندك بيبدأ إتحرق فيه الخلايا ولو فيه زيادة عن حاجتك بتبدأ إنها تتخزن على فيه الكبد طول ما إنت عندك مخزون كويس وممكن إتحرق وتستخدمه كطاقة للجسم خلاص الجارسينيا كمبوديا دي بتشتغل إنها تعرف الجسم بده وتديه الأشارات إن أنت دلوقتي شابعان ومش محتاج إن أنت تأكل فدي حاجة طبعا مصبطة عندي ليه الشهية بعد كده إن هو بيقل عندنا كوليسترول الدار اللي هو الLDL وكمان بيقل عندنا هرمون الجوع اللي هو هرمون الليبت ليه كمان خواصة كويسة كمضاد أكسيدة وخواصة مضاد التهابات كل دي فوائد الجارسينيا كمبوديا عندنا طب نيجي بقى نشوف الدراسات اللي تعمد في الموضوع ده قالت إيه أو لما جابوا مثلا مجموعة كبيرة من الناس أو جروبين مثلا من الناس خدوا الجارسينيا كمبوديا فترات التأثير اللي هم حسوا وصلا يا جماعة الجارسينيا كمبوديا فعلا لها تأثير إجابية على الشهية يعني لو أنت حد بمشكلتك إن انت شهيتك مش قادر تتحكم فيها وبتاكل على مدار اليوم تكرار كبير يبقى هي هتفيدك في النقطة دي الجارسينيا كمبوديا تأثيرها على حرق الدهون الموضوعية ضعيف جدا يعني هما لقوا الناس اللي خدتها على مدار حوالي 12 أسبوع كل الفرق اللي حصل في حرق الدهون اللي اعتمدوا عليها بس من غير ضايت إن هي عملت خسارة كيلو واحد على مدار 12 أسبوع فطبعا كحرق الدهون قديمة مش أحسن حاجة لكن زي ما قلنا هي تأثيرها إيجابي على الشهية الحاجة برضو اللي هي تأثير إيجابي عليها هي الإنسولين الإنسولين ده هو الهرمون اللي انت لما بتاكل بيتفرز علشان يبدأ السكر اللي نتج عن الأكل بتاعك يبدأ يدخل للخلايا ويبدأ أنه يتحرق لو أنت من الناس اللي عندك تكرار وجبات كهير قوي على مدار اليوم كل شيء بتاكل كل شيء بتاكل حاجة مسكرة بتاكل بس كون بتاكل سناك كده بيبدأ مع الوقت الإنسولين يبقى عليها على طول فتبدأ الخلايا تقوم دي حالة سمع قومة الإنسولين وده من العلامات اللي تبينها عندك أن أنت جعانة على طول وأن أنت عندك محيط الخسر أو في دهون عندك في البطن السفلية أو محيط الخسر بالأجناب الدوران ده عندك في دهون دي من علاوات مقاومة الإنسولين هيحسن عندك النقطة دي يعني هو بيزود حسية الإنسولين وكمان بيزود أن الخلايا تبدأ تستفاد من الإنسولين وتبدأ أنه يدخل لها السكر كده إحنا عرفنا أنه مفيد في حالتين مفيد في حالة أنه يسد الشهية ومفيد في حالة لو أنا عندي بدايات مقاومة الإنسولين أو لو أنا عندي دهون في منطقة الخسر لكن كحرق دهون قديمة هو مش فعال قد كده يعني ممكن مثلا يساعدك لو أنت عامل مثلا صيام متقطع مثلا مع نظام لوكرب أو عامل صيام متقطع بس عشان أكون أمينة معاكم تاني مكونة عندنا في الدواء ده هو الكروم أو الكروميوم الكروميوم ده من المعادن الجسم بيحتاجها بتركيز ضعيف جدا مايكرو جرامات هو موجود عندنا في أكلات كتير زي اللحوم زي الجبن منتجات الألبان الموز البطاطا البطاطس إلى آخر وإحنا بناخده من الأكل وبيكفي احتياجنا بس هما اللحظوا أنت لما بتبدأ تاخده في شكل كابسولات برا اللي هي الكروميوم بيكولينيت بيبدأ أنه هو برضو يحسن عندك حتة مقاومة الإنسولين زي ما شرحنا قبل كده حتة بقى مقاومة الإنسولين فإحنا مش هنعيدها تاني هو من الحاجات الكويسة جدا لتحسين أداء الإنسولين على الخلايا ويزاود حاسية الخلايا للسكر ويخفض سكر الدم وكمان بيقلل الكولسترول الضار وكمان مضد أكسادة قوي ومضد التهابات قوي كل الحاجات دي الكروم برضو بيعملها فأنا نستنتج من الكلام ده أن الدواء ده مفيد لو أنت عندك دهون متكتلة في منطقة الخسر البطن السفلية عشان كده أنا لما اتكلمت عن البطن السفلية وعملت لها بروجرام كامل قلت أن ده من أحسن الحاجات اللي ممكن نستخدمها في الحالة دي وكمان يفيد فيه النوع يقلل السكر الدم بتاعك وكمان يفيد برضو فيه تقليل الشهية كروميوم برضو ليه تأثير كواس في تقليل الشهية يبقى تقليل الشهية ودهون البطن معادة ذلك هو مش هيبقى فعل معك لو أنت بتاخده علشان الدهون تتحرق القديمة أو يزارد عندك محدد الحرق أو كلام ده لا هو مش شغال على الجزئية دي طيب نيجي بقى نقول إحنا المفروض ناخده قد إيه ما يتاخدش أكثر من شهر الكروميوم من الحاجات يتاخدش مدة طويلة بيبقى ليه أثار سلبية يبقى الدواء ده يتاخد لمدة شهر واحد بس بيتاخد ثلاث مرات فيه اليوم قبل الأكل منص ساعة لساعة يبقى ثلاث مرات في اليوم قبل الأكل منص ساعة لمدة شهر واحد فقط من الناس اللي ملهاش إنها تاخد الدواء ده الناس عندها مشاكل في الكبد عندها مشاكل فيه الكلا الحوامل أو المرضعات الناس اللي عندها مشاكل في الغضة الدراقية لأنه بيتعارض مع دواء الألتروكسين بتاع الغضة الدراقية الناس اللي عندها معادتها حساسة ساعات الكروميوم بيعمل تحسس في المعدة يعني لو انت خدته حسيت انه عمل لك غسيان او كده يبقى هو مش مناسب ليك ممكن بعد كده نستخدم ادوية تانية احنا هنتكلم عنه بس اعرف ان التأثير ده جالك من الكروميوم هو اللي ممكن يكون عمل عندك التأثير ده بس كده نكون اتكلمنا عن الكرومكس وعرفناه منسب لحالات ايه وفعل امتى ويتاخد ازاي الجرع الامنة بتاعته اتمنى يكون الفيديو افادك ورد على اسئلتك بخصوص الكرومكس لو عايزيننا نتكلم عن ادوية تانية او نتكلم اكتر في موضوع التخصيص يريد تقولي فيه التعليقات اسفل الفيديو بتسوش دعمكو نابل اشتراك وتفاعل البراس وتعمل اعجاب على الفيديو عشان يوصل اكبر قدر من الناس واستفادوا اشوفكو على خير ان شاء الله في فيديو بيت اشتركوا في القناة